أصبح لقاح فايزر بايون تيك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية اليوم على استخدامه للفئة العمرية من 12 عاما إلى 15 عاما وقال مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة في الاتحاد الأوروبي إن لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية وافقت على استخدام لقاح فايزر بايون تيك للأطفال واليافعين على حد سوى